السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله غاد نديرو ليلة زاني بلا سوس بولونياز ولا سوس بيشامال يجيب الزاف بنينة سهلة طريقة تحضيرها بزاف سهلة ان شاء الله تجيبكم الوصفة على اليوم خليكم تشوفوا المكونات وطريقة التحضير في مقلاد شوية عزيت نخليه يحمى مليح ونبعد نزيد عليه حبة عبصل هاد الحبة عبصل كنت قطعتها قطع صغيرة نخليها على نار قليلة تدبال لنا شوية وتتقلى وبعد نزيد عليها كمية من السلق سلق اختياري لما عندكمش ما تستعملوش كانت عندي شوية تاع السلق في الفريجدار قطعتها شللتها وقطعتها قطع صغيرة ونخليها تدبال هي والبصل السلق سيعطينا بنا بزاف شباف ليلة زاني مرة ما يدبال للسلق سنزيد عليه الافيونداشي هنا هي المكونات على حساب الحجم البلاء على حساب عدد افراد العائلة هنا يا مور ما تطيب لي شوية الافيونداشي نزيد عليها مغرف اه تعتاماتهم مصبارة نزيد تاني زوج حبات تعتاماتهم لي كنت تحنتهم في الروبو نخلط كل شفية رحبة ونبعد ندير شوية تاع الملح ندير تاني شوية تاع الحرور ندير الفلفل عكري اذا بغيتوها حارة لصوص بولونيس ديروا لها الفلفل الحار الحمر وندير تاني شوية تاع القرفة قرفة اختياري تنجمو تستغنى وليها ادي نزيدو تاني ملفوك شوية تاع زيطرة ولازا احتر هدك اللي يجي لي بس نحكوه ملفوك نخلط كل شفية رحبة هنا النار راهي قليلة غادي نزيد تقريبا نصف كاس تاع الماء باش لصوص بولونيس تعنا مجي ناش ناشفة جينا لصوص كما نقولو مشمخة كما نعرفو لي بات يشربوا بزيف لصوص باش للازاني ميجوناش تاني ناشفين يجونا طريين ومشمخين من الداخل غادي نقص للنار ونغطي المقلة تاعي ونخليها مدة زوج دقايق فقط فوق النار حتى اللي تعقد لي هديك لصوص كما كم تشوفو وكلش اي طيب هدا هو هذه لصوص بولونيس تعنا مشمخة وطرية هنا يا راهي واجدة غادي نطفي عليها وغادي نروح نحضر لصوص بشامل في كاسرنا غادي ندير زوج مغارف كبار تاع الدهان دهان هي الزبدة احنا نقولولها الدهان نخليها الدوب ومبعد نزيد عليها زوج مغارف كبار تاع فارينة يكونوا مع مرين تاني النار راهي قليلة غادي نبدأ ان نحمص في هديك الكميات تاع الفارينة نحمصها ملاحة اللي يبدل اللون تحا يتغير شوية ومبعد نزيد عليها زوج قاطع تاع الفرماج كميات تاع الفرماج تنزمو تزيدو وتنقصو على سبت دوق تاعكم نحرك ملاحة ذاك الفرماج حتى اللي يدوبلي ومبعد نزيد عليهم الحليب بالنسبة للحليب بدرت 500 مليل لتر زوج كيسان ام عمرا زوج كيسان 250 مليل لتر الحليب منزيدوهش قاع على دفعة واحدة قعدو نزيدو فيها غرب شوية ونحركو نحركو حتى اللي تتحلي ملاح هديك الفارينة وهذاك الفرماج تاني يدوب نار دايما تكون ناقصة باش متقل لكمش تمتم من بعد كيشوفوها بدأ التعقاد وهديك الفارينة قاع تحلت ماولاش عندي حبيبات ندير شوية تاع الملح ندير شوية تاع الحرور انا كنت نزيد معها الجوست الطيب نحركو شوية جوست الطيب من الفوق تجي بزيف بدينا بصحرهم يقولو باللي احرام ولينا نتفادا وهنديرو فقط شوية تعمل وشوية تحفل في اللي كحب اهنايا بعدما تتقالي لبيشاميل وتعقاد كيما كم تشوفو انطفي لازم تكون جارية شوية ما تخلوها شتقيلة بزيف لصوص بيشاميل كي تبرد غادي تزيد تجمد اهنايا عندي البلا اللي غادي نطيب فيه لي لازاني وعندي هاد الكميات تاع لي لازاني نستعملت دي بات فخيش كيما كم تشوفو طريين اذا استعملتو هادو كلي لازاني اليابسين ننصحكم ديروهم يغلو شوية في الماء بايش يطراولكم تخلو مش حتى يطيبو قاع فقط يطراولكم شوية اقلعوهم واستعملوهم هكيك باش تمتم يطيبو كي يدخلوهم للفوق و تاني باش ما يشربو لكمش بزيف اللاسوس بيشاميل ولاسوس بولونيز هنايا في اللويل غاع نحط كمية من البlaisاميل فى البلا باش كي نحط اللي بتفوقو ما يلسقوه ليش كي يطيبو نحط طبقة اللويلة تاع لي لازاني نزيد الطبقة تاع اللاسوس بولونيز كي ما كتوفو نعمر ملاح لازم الطبقات يكونوا معمرين باش لي لازاني تاوعنا ميجوناش ناش فيننو زيم يا حديك الكميات تاع لسوس بولونيز ثم نضيف كمية بشامل بالنسبة للصوص بشامل والصوص بولونيز يجب أن نضيف كمية كبيرة هذا الطبق يأكل الكثير من هذه المكونات عندما نضيف كمية قليلة سوف يدخلوهم ويطيبو سوف ينشفو اللازان يجوكم مناشفين ويجوكم شطريين ومشمخين هنا كإضافة فوق هذه اللصوص بشامل قمت بخومج غابي هنا تجمو تستغنو عليه سوف نضيف من الفوق سوف يدخلوه في الوسط ثاني سوف يدخلوه سوف يكسل معكم نكمل بنفس الطريقة الطبقات بينين طبقات تاع الليبات الطبقة ملاسوس بولونيز ونكوش فوقها تاني ملاسوس بشامل وشوية تاع الفرماج ونكرر نفس العملية بالنسبة للعدد الطبقات على حساب البلات تاحكم وعلى حساب تاني اللي لازاني العجين اللي عندكم أنا هنه درت ربع طبقات تعجين وثلاث طبقات تعفخص بالنسبة للطبقة الاخيرة كتكملو قاع ديروا اون كوش تعبات وزيدوا فوقها قاح هذيك الكميات على سوس بشامل اللي بقاتلكم ونضير كمية ملاحة تاني ملف خوماج استعملوا فرماج اللي يكون بنين ولي يكون يدوب ملاح فلورو بقاع استعملوا هذيك الباكين اللي مكتوب فيه غاب بيتخوا فخوماج ولا فخوماج سبيسيال غراتان هذو كزوج يجون بزاف بنين في غراتان ولي لازاني اهنا نغطي غطيت قبل لندخل اللي لازاني توعي للفوق غطيتهم بالبابي كويسون ملفوق تجمو الدخل مباشرة انا نفضل ندير هذي طريقة باش اللي باتة توعي تم تمي طيبو وزيد هذوك لسوس ما يشفو ليش غير نشوفها مدة 15 طقيقة نخرجها نشوف اللي باتة توعي طابو نقلح هذيك الغطاء ونعود نرجع نشعلها غير ملفوق فقط باش تتحمر اللي ملاح وهذاك الفخوماج يدوب ويتحمر بعد نخرجها كيما كم تشوفو هنا حمرتلي ملاح هذيك الفخوماج قاعدة خليها من الأحسن تبرد شوية بارك عاد نقطعها باش كي تجوا ترفضوها هذيك الطبقات يجوكم باينين انا هنا قطعتها مباشرة مخليتها شريحة على جال التصوير ميها كيك الطبقات يجوني باينين هذي هو الشكل التاحا كيما كم تشوفو الشكل التاحا يجي شاهي بزيف يجي مشمخة من داخل الطرية هذيك الفخوماج اللي درناه في الوسط و من الفوق قاعدة ما تجيكمش ناشفة هلا بيها قلت لكم كترو لسوس بولونياز و كترو لسوس بشامل و كيتديروهم ديروهم مطريين ديروهم شمخين ما ديروهمش ناشفين اللي باتكي نعرفو يدخلوا للفوق غادي شربوا لنا قاحدو كليسوس هذي كانت الوصفة تاليوم شاء الله تكونوا عجبتكم هذي كانت الوصفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هم